بسم الله الرحمن الرحيم أبناءنا الأعزاء طلاب الصف الحادي عشر أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية وعنوانه الأدب في العصر الجاهلي الجزء الثاني ستكون أهدافنا لهذا اليوم أن يحدد الطالب مفهوم النثر الفني تحديدا صحيحا أن يعدد فنون النثر الجاهلي مميزا بين خصائصها والآن أعزائي حتى ننطلق إلى الجزء الثاني علينا أن نذكر بما تناولناه في الجزء الأول فقد تناولنا في الجزء الأول مفهوم الأدب الجاهلي وقد قلنا إن الأدب الجاهلي هو ما وصل إلينا من شعر ونثر يرجع إلى 150 عاما قبل ظهور الإسلام وقد أشرنا في الحصة السابقة إلى البيئة التي احتضنت ذلك الأدب وإلى الظروف التي نشأ فيها وإلى القيم التي سادت الحياة هناك حيث كان عصر قوة وتفاخر قد قال شاعرهم إذا بلغ الفصام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين وذكرنا أن العرب قد عاشوا حياة البداوة والتنقل وراء الماء الذي كان مصدرا للحياة من جهة وسببا للمعارك من جهة أخرى كما كانت هناك حياة الحضر حيث المدن والممالك وقد عبد العرب الأصنام مع وجود بعض المعتنقين للحنيفية وقد قلت مكانة العرب العلمية إلا من بعض علوم الأنساب والفلك ومما تناولناه في الحصة الماضية الشعر ومكانته حيث كان ديوان العرب والوثيقة التي تسجل الأيام وتخلد الآثار لذلك كانت سعادة القبيلة بميلاد شاعر فيها سعادة غامرة وكانت المعلقات شاهدة على نبوغ العرب في مجال الشعر والبيان وتخليدهم لنتاجهم الأدب أما عن أغراض الشعر في هذا العصر فقد تنوعت تنوع الحياة فكان على رأس تلك الأغراض المدح والفخر والهجاء والرثاء والغزل وقد اتسم الشعر الجاهلي بعديد السمات فكانت القصيدة تعتمد الوزن الواحدة والقافية الواحدة وكانت المعاني قريبة مباشرة وقد تعددت الأفكار والأغراض في القصيدة الواحدة التي اتسمت بدورها بالخيال الحسي الصادق أعزائي الطلاب كنا قد ألمحنا إلى أن الأدب الجاهلي له جناحان يحلق بهما في سماء الإبداع الأول هو الشعر وقد تناولناه في العرض التعليمي السابق والثاني وهو النثر وهو موضوع درسنا اليوم فما المقصود بالنثر؟ النثر هو الصورة الثانية من صور التعبير الأدبي وهو لون من ألوان الكلام لا يتقيد بقيود الوزن والقافية كالشعر لكنه يعتمد على الخيال وضروب البلاغة الأخرى كالجناس والطباق والتشبيه والاستعارة وغير ذلك أي أن صاحبه يُعنى بتجويده وإتقانه لينال إعجاب القارئ ولعل طالبا نجيبا يلمح في كلامنا الفرق بين الشعر والنثر فالقصيدة الشعرية تلتزم بالوزن الواحد والقافية الواحدة أما اللون النثري فإنه لا يتقيد بذلك النثر الجاهلي له فنون عديدة فمنها القصص الحكم والأمثال الخطابة الوصاية القصص وقد شغف العرب بها كثيرا وقد ساعدهم في ذلك أوقات فراغهم وقد دارت موضوعاتها حول أيامهم وحروبهم وانتصاراتهم وقد ارتبطت بالأمثال ارتباطا وثيقا ونزعوا فيها إلى الخرافات والخيال الحكم والأمثال وإن اختلف المثل عن الحكمة في وجود مضرب ومورد وهو ما يعرف بقصة المثل والمعنى الذي يتكرر فيه المثل الحكمة هي قول موجز يحمل كثيرا من العظة من الأمثال التي خلدها العرب الحر حر وإن مسه الضر وقد كان من أشهر الحكماء أكثم بن صيفي التميمي الخطابة وهي من أبرز الفنون النثرية في الأدب الجاهلي وقد تميزت بشأنها العظيم لما اتسم به هذا العصر من روح الفخر والحماسة حيث كان العرب يستخدمونها في مناسبات شتى قد كان لكل قبيلة خطيب يتحدث نيابة عنها ومن أشهر الخطباء ربيعة بن حذار وهاني بن قبيصة وقص بن ساعدة وقد تميزت الخطب باستخدام المحسنات اللفظية وتنوع الأساليب فيها وقد تعددت الأغراض كالمفاخرات والنصح والدعوة إلى القتال وغير ذلك أما الفن النثري الرابع فهو فن الوصاية الوصية هي قول بليغ يحمل الحكمة والتوجيه والنصح والوصية يقولها حكيم يتمتع بالخبرة الطويلة ومن أشهرها وصية عامر بن الضرب لقومه بني عدوان الآن أعزاء الطلاب أظنكم قادرين على التعامل مع أنشطة الكتاب المدرسي أوقفوا العرض التعليمي وحاولوا الإجابة ثم قوموا بتعزيز الإجابات علل ما يأتي شغف عرب الجاهلية بالقصص والإجابة لملء أوقات فراغهم في الصحراء علل ما يأتي ازدهار الخطابة في العصر الجاهلي لأنها من وسائل الدفاع عن القبيلة والمفاخرة بها ولفصاحة العربي وقدرتهم على الارتجال مع سؤال آخر صوّب العبارة الواردة فيما يأتي يطرأ على المثل تغيير في النص وفق الحاجة يعني ذلك أننا نستطيع أن نغير في المثل حسب حاجتنا العبارة خطأ والصواب أن الأمثال تدور على الألسنة بنصها دون تغيير السؤال الآخر وضح الخصائص الفنية للخطبة في العصر الجاهلي ما الخصائص الفنية للخطبة؟ استخدام المحسنات اللفظية وتنوع الأساليب ووضوح الحكمة وعمق الفكرة وتعددوا الأغراض في الخطبة الواحدة شكرا لكم أيها الأبناء الأعزاء على حسن الإصغاء وأتمنى عليكم الإجابة على تلك الأسئلة الختامية ما المقصود بمصطلح الأدب الجاهلي؟ ما أغراض الشعر في العصر الجاهلي؟ اذكر خصائص الشعر الجاهلي ثم وضح بناء القصيدة وأخيرا ما أنواع النثري في العصر الجاهلي؟ أعزائي الطلاب إذا تعذر عليكم الإجابة على شيء من ذلك فارجعوا إلى مصدر التعلم وارجعوا إلى ما ذكرناه في هذا العرض التعليمي وستجدون الإجابة بإذن الله تعالى وأخيرا أعزائي الطلاب شكرا لحسن متابعتكم لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة